أعلنت مديرية تربية صلاح الدين وصول نسب إنجاز المدارس إلى 90% حيث وجه وزير التربية للإشراف المباشر على هذه المدارس لتدخل حيز العمل بداية العام الدراسي القادم وقال المدير العام سلطان سعيد إن مديرية تربية صلاح الدين تعلن عن جهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث الملكات التربوية وكذلك توفير الكتب والقرطاسية قبل بداية العام الدراسي بأمر من وزير التربية إبراهيم نامس وبخصوص امتحانة الدور الثاني أكد أنها جارية وميسرة بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية